صفحة رقم 35 نشاطاً هاماً وهو رقم واحد هيا بنا نفكر في إجابته معاً فلننظر معاً على الصورة الأولى على اليسار هذه الصورة الكبيرة وبها رجلاً يحاول دفع هذه الصخرة الكبيرة والصورتين الأخرتين الصورة الأولى بها مجموعة من الشباب والأخرى بها رجلين كبيرة السن ليس لديهم القدرة على إنجاز مثل هذه الأعمال إذن من نختار؟ الشباب أم كبار السن؟ أحسنتم نختار معاً مجموعة الشباب لماذا؟ لأن لديهم من القدرة والقوة على إنجاز هذا العمل ولذلك اخترنا هؤلاء الشباب باب بما يتميز الشباب وعلى من تعتمد البلاد في بناء مستقبلها كما قلنا الآن يتميز الشباب بالقوة والحماس والنشاط على إنجاز المهام والأعمال وتعتمد البلاد في بناء مستقبلها على شبابها أيضاً وعلمائها وتفكيرهم السليم إذن تعتمد البلاد والأوطان على قوة الشباب وعلى فكر وعقول العلماء وننتقل الآن إلى النشاط الثاني النشاط الثاني ألف رقم واحد صل كل كلمة بمعناها كلمة الآباد كلمة الآباد مفردها الآباد وهو طول الزمن أو طول الظهر إذن كلمة الآباد جمع لكلمة الآباد وتعني مدى الظهر باء الوداد الوداد هو الحب ومضاده البغض أو الكره إذن معنا كلمة الوداد هو الحب والود جيم التكاتف التكاتف يعني المشاركة ولنقل مثلا تكاتف أفراد المجتمع في بناء الوطن تكاتف أفراد المجتمع في بناء الوطن إذن معنى تكاتف أسمع منكم من يقول التكاتف يعني التعاون أحسنتم دال كلمة سهاد كلمة سهاد تعني النوم والغفلة كلمة سهاد معناها النوم والغفلة كلمة رقاد رقاد هنا تعني الأرق كلمة رقاد معناها الأرق والكلمة الأخيرة عندنا هي كلمة عتاد كلمة عتاد هي ما نحتاجه في الحروب وأثناء القتال إذن كلمة عتاد معناها ما أعد للحرب من أسلحة وغيره رقم 2 في النشاط 2 ألف صنف مستعينا بالمعجم الكلمات الآتية بحسب جزرها في الجدول التالي معنى مجموعة من الكلمات وهي تكاتف مكتوف مؤتلفين تآلف ائتلاف وأسهد وتسهيد وثهاد هذه مجموعة من الكلمات وأسفلها معنى جزر كلمة أو جاء الجزر ألفة والجزر كتفة والجزر سهدة نتذكر معا أن جزر الكلمة هو أصلها الذي تخرج منه مجموعة كلمات أخرى كلمة أو الجزر ألفة خرج منه أو اشتق منه مجموعة كلمات أخرى والهي مؤتلفين وأيضا كلمة تآلف ومنه أيضا كلمة ائتلاف أما الجزر كتفة فخرج منه أو اشتق منه الكلمات أحسنتم أرى أسمع منكم من يقول تكاتف وأيضا مكتوف ولا يوجد كلمات أخرى من هذا الجزر إذن ننتقل إلى الجزر الثالث وهو كلمة سهدة كلمة سهدة خرج منها بقية الكلمات أو اشتق منها بقية الكلمات وهي أسهد وتسهيد وسهد أحسنتم أيها الشباب ننتقل الآن إلى رقم ثلاثة صل المعنى المناسب للكلمة الملونة في السياق ألف شحذ المتسول المال من الناس المتسول هو الذي يطلب المال إذن معنى كلمة شحذ في هذا المثال نعم معنى كلمة شحذ تسول واستعطى باء شحذ الجزار سكينه شحذ الجزار سكينه شحذ الجزار سكينه كلمة شحذ في هذا المثال تعني حدها وسنها إذن شحذ الجزار سكينه أي حدها وسنها جيم المثال الثالث شحذ المدرب همم اللاعبين شحذ المدرب همم اللاعبين أي شجعهم ونشطهم على التدريب أو على اللاعب ببسالة إذن شحذ المدرب معناها نشطها وقواها تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر